أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول ما هو الإقسام على الله وكيف يكون وما هو الحرام منه الإقسام على الله أن يحلف على الله أن يفعل كذا وكذا يحلف على الله أن يفعل الله كذا وكذا هذا إن كان من باب إحسان الظن بالله عز وجل فهذا لا بأس به إن من إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره فإذا كان أقسم على الله أن يفعل الخير أن يفعل الخير أن ينزل المطر أن يرحم أن يتوب على فلان أن يغفر لهلان فهذا من حسن الظن بالله هذا جائز أما إذا كان الإقسام على الله أن لا يفعل الخير لا يغفر لهلان يحلف على الله إنما يشفي فلان من المرض فهذا حرام وهذا فيه الوعيد الشديد الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان قال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي أن يحلف علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك فإذا كان هذا من اسباب سوء الظن بالله ومن باب منع الخير يمنع أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده هذا حرام وهو فيه الوعيد الشديد